مشروع قانون لاستعادة الاموال المهربة الى خارج البلاد اذ تعمل رئاسة الجمهورية على ارساله الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه في محاولة لاستعادة اموال الفساد ومحاسبة المفسدين قضائيا خبراء القانون اكدوا ان هناك صلاحيات دستورية تتضمن متابعة الاموال التي نقلت الى خارج العراق وتقدر بالمليارات قدرت تلك الاموال بمية وخمسين مليار دولار هذه الاموال حري ان لا نجعل الفاسدين يستفادون منها صحيح ان فخامة رئيس الجمهورية اقترح في مشروع القانون عقد اتفاقيات وهذه مسألة ضرورية اتخاذ كل ما يلزم كل الوسائل واتباع كل السبل بقصد التضييق على هذه الاموال واعادته لكن كان من اللازم ان نجعل الموضوع شامل لجميع الاموال مراقبون سياسيون يارون ان هذه الخطوة تسير بالاتجاه الصحيح على ان تكون هناك اتفاقيات تلزم الاطراف الحكومية والمنظمات الدولية لاجاد تحالفات مع اتخاذ اجراءات قانونية لتفعيلها تشمل جميع الاموال المهربة هذه الاموال الآن غطيت وارتفعت منها لان اصبحت استثمارات اصبحت شركات اصبحت عقارات اصبحت كل ما يمكن ان يموت لهذه الاموال من استثمار لذلك ان توفرت الارادة السياسية الحقيقية اولا الامور القانونية موجودة وجاهزة للتنفيذ عراقيا ان يستطيع هناك محاور عدة اولا من خلال الامم المتحدة لمتابعة هذه الاموال واستردادها وبالتالي يجب ان يكون هناك حركة للدبلوماسية العراقية من خلال وزارة الخارجية العراقية من خلال الوزراء رئيس الجمهورية كل المؤسسات التي تستطيع ان تدخل في هذا الجانب وتضغط على جانب الامم المتحدة من اجل الوصول الى هذه النقطة النقطة الاخرى لدينا هناك محاكم ومحاكم ايضا مختصة في المال ومتابعة المال الذي يهرم من كثير من الامناطق نستطيع ان نتخذ قرارات معينة وتكون ايضا القانونية العراقية موجودة في هذا الجانب الجود القضائي سيكون حاضرا الى جانب المنظومة القانونية المدعومة من قبل المؤسسات المالية والرقابية بحسب خبراء القانون من بغداد محمد العيداني العراقي الاخبارية